اشتركوا في القناة ونائب بهي الحريري ومفتي سور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال الذي أمى الصلاة على الجثمان وكان أهواجي قد رحل بعد صراع مع المرض ليخسر لبنان رائدا من رواد الثقافة والفن والفكر الذي أثرى بعطاءاته وإبداعاته الحياة الثقافية والفنية وحتى في أصعب المحطات التي مر بها الوطن والراحل من مواليد سور عام 44 يعتبر أول لبناني نال إجازة جامعية في فن ديكور السينوغرافيا وعلم البصريات الفنية وماجستير وديبلوم الدراسات العليا المعمقة ودكتوراه في الفنون التطبيقية عام 73 عمل كأستاذ للدراسات العليا وعلم السينوغرافيا في الجامعة اللبنانية وكذلك قام بتدريس هندسة الدكور والسينوغرافيا المسرحية وتاريخ الأزياء في الجامعة اليسوعية وكان المدير والمشرف الفني العام لفرقة الرحابنة والسيدة فيروز وشارك في جميع أعمالهم على مدى عشرين عاما كما عمل أهواجي كمدير فني لفرقة فهد العبدالله التراثية وكان مصمم أزياء الفرقة وديكوراتها الفنان الراحل عضو مؤسس للحركة الثقافية في لبنان وعضو هيئتها الإدارية كانت له مساهمات في عدد من المهرجانات اللبنانية وعمل كمصمم مشهدي في المسرح والسينما والتليفزيون كتب العديد من البرامج الإذاعية وكان له برنامج بعنوان أهواجيات وكانت له أبحاث في تاريخ العادات والتقاليد وهو الذي صمم وأخرج حفل افتتاح كأس آسيا في بيروت إلى جانب زميله نعم بدوي عام 2000